سلام حبيبتي ميشا غابوني نتمنى تكونوا بيخير ومرحبا بكم من جديد في الفيديو تا اليوم اللي غادي نتكلم لكم على هاد لقام من غارني التخادو هاد المجموعة لبنات هايلا للشعر الدهني وكذلك الشعر العادي وقبل ما نبدأ ما تنسوش الجام حبيبتي والاشتراك في القناة فضلا هكذا باش يوصلكم دائما الجديد هاد الشامبوان اكيليبران شاربان مانيتيك ويلة فلورد نيجيل بورشوف نورمو اقرا في 250 ميليليتر هاد الشعر الدهني وكذلك الشعر العادي ما فيش سيليكون 72 ساعة ترطيب هاد مرتب ومعدل للشعر ينظف روات الرأس من الزيوت الزائدة ويمنح ترطيب للطول تاع الشعر هاد الشامبوان اللي بنتخصيصا اصحاب الشعر الدهني تركيبته غنية بالفحم المغناطيسي ومستخلص زيت حبة البركة هاد الشامبوان هايد بالنسبة لشعرهم يزيد بالخافي خلي الشعر ناعم ورتب بلما يزيتو هاد الشامبوان يحتوي على الفحم المغناطيسي لينقيم ليه فروة الرأس وزيت حبة البركة للترطيب وثاني تساعد على الحفاظ على توازن زيوت فروة الرأس هذا البركة شامبوان البلسم التاعو لترطيب الشعر وتسهيل تمشيطه في ميتين ميليلتر هذا فورموليسان سيليكون مافيش سيليكون وبيدون ملونات اسطيناعية وسبعة وتسعين بالمية مكوناتو طابعية هذا البرسم الليبنات تحطوه من نوع الشعر يكون مبلل وتخلوه حتى لتقيقتين لترطيب وتغذية الشعر هذا الابريشامبوان سانزيفي غرا ميزييت الشعر لبريتاعو دوغو سوسانديس ست سنتيم من خمسميات دينار هذا ماسك غمد ايدراتون سوساندوزة فنين وسبعين ساعة ترطيب للشعر الدهني سبعة وتسعين بالمية مكوناتو طابعية على فكرة الابريتات هذول ماسك جدد راني اسبق وقدرت عليهم في الفيديو راهي في القناة هذا ماسك فيه تخوى سانكارونت ميليليليتر لتغذية الشعر خاصة الاطراف اللي تكون نشفة ومحتاجة للترطيب ميزية الشعر لانه مخدوم خصيصا للشعر الدهني تحطوه منه على الشعر يكون مبلل ومع صور مليح على الطول والاطراف ما تحطوش منه على فروة الرأس وتماسو وتخلوه دقيقة فقط ثم تغسله هذا الماسك يمنح للشعر او للطول تاع الشعر والاطراف اللي تكون نشفة الترطيب والتنعيم بالميزية الشعر لبريتاعه سيزورو 26 سنتيم من 1200 دينار هذي كانت رفع لهذا المجموعة من قارني يلتخدو للشعر الدهني والشعر العادي الغنية بالفحم المغناطيسي وزيت زهرة حبة البركة نتمنى الفيديو تاع اليوم تكون عجبتكم ومع السلام ترجمة نانسي قنقر